تبدو جهود القوى الشيعية لإيقاف قصف مقارات التحالف الدولي قد فشلت الآن مع استمرار الهجمات حيث نشبت خلافات داخل الإطار التنسيقي بسبب توصيف وضع القوات الأمريكية والموقف من مطلق الصواريخ مصادر ذكرت أن جزءا كبيرا مما كان يطلق عليه اسم تنسيقية المقاومة منخرط في الإطار ويشارك في الحكومة وهذه المجموعة هي من تقود الآن حملات التصعيد ضد القوات الأمريكية تحت أسماء وهمية وشارت المصادر إلى أن حساسية الوضع في البلاد بعد تلميحات وتهديدات من واشنطن بالرد القاسي على استهداف المصالح الأمريكية وضعت السوداني في موقف حارج خاصة وأن المعترضين على قصف الأمريكيين الآن كانوا قد أطلقوا تصريحات غير محسوبة وأحرجت الحكومة بشأن الوجود الأمريكي